إلى تونس الآن فبعد الجدل الواسع الذي أثرته مهاجمة رفيق عبد السلام أحد قيادية حركة النهضة وزير الخارجية الأسبق وصهر رئيس الحركة راشد الغنوشي سارعت الحركة للتنصل من تدوينة عبد السلام التي هاجم فيها المؤسسة العسكرية وانتقد دور الجيش مشككا في وطنيته وأكدت النهضة في بيان لها أن هذه التدوينات التي نسبت لأحد قياديها لا تمثلها وأن مواقفها الرسمية يعبر عنها فقط رئيس الحزب وناطقه الرسمي كما شددت على مواقفها الثابتة في احترام المؤسسة العسكرية وتثمينها لدورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي وفي الحرب على الإرهاب وكان رفيق عبد السلام قد اتهم جنرالات الجيش بعدم الحياد وتدخل في السياسة عبر دعم الرئيس قيس سعيد ومساعدته على إحكام قبضته على السلطة وأثارت هذه التدوينات موجة انتقادات حادة من الشارع التونسي للوزير السابق ولحركة النهضة كذلك اعتبرت بمثابة إعلان حرب من الأخوان على الجيش التونسي غصت صفحات تونسية على وسائل التواصل الاجتماعي بالردود الرافضة لتصريحات عبد السلام والتي أكدت أن الجيش التونسي يتصرف ضمن الضوابط الدستورية وفي الوقت ذاته شككت صفحات عدة في تبرئة النهضة من تبرئ النهضة من تصريحات عبد السلام عبر مشاركة تصريحات لراشد الغنوشي عام 2012 قال فيها أن الجيش والشرطة ليس مضمونين وهو ما يدل على أن موقف صهر الغنوشي من الجيش إنما يعبر عن حقيقة فكر حركة النهضة وليس موقفا خاصا بعبد السلام وحده لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر